اشتركوا في القناة وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وأحييكم بتحية العز والحب والكرامة والأمن والإيمان والسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الأفاضل أخوات الكريمات أنا معتز بأن أكون ضمنكم وأن أقف أمامكم وأن أتحدث إليكم وأن أجد منكم اهتماماً لطرق موضوع هو عبء على نفسي وعلى نفس الكثيرين ممن يشتغلون بواقع المسلمين ويتوقون إلى مستقبل أفضل اليوم مؤتمركم يُعقد تحت عنواني النهضة La Renaissance وهي كلمة فرنسية ترجمتها البليغة تقتضي أن نفهم أن بالفرنسية La Renaissance هي الولادة وأن المقدمة R التي أمامها تعني الولادة الجديدة يعني نحن نتحدث عن ولادة جديدة للأمة علمنا عليها بمسمى النهضة ونحن إذ نتحدث عن هذه الولادة الجديدة يحظر في أذهاننا وخلفية فكرنا أننا كنا قد ولدنا من قبل وأن أمتنا ولدت من قبل ولكنها غابت عن الحياة أمتنا لم تعد موجودة وكأن أمتنا بفقدانها لرسالتها وابتعادها عن مهمتها ماتت واندثرت وغابت وهي فعلاً غائبة عن العطاء غائبة عن مسرح الأمم غائبة عن مسرح الحضارات لم يبق من مظهرها إلا تاريخ نتلوه ونتحدث فيه حتى أصبح كل الذين يتحدثون عن الإسلام لا يحدثون عن إسلام الواقع وإسلام المستقبل هم يحدثوننا عن تاريخ الإسلام الإسلام بالنسبة لكثير من الناس اليوم هو صفحات خطة من رجال انقضوا وانتقلوا إلى الله تعالى تركوا أثراً أثبتوا من خلاله أنهم عاشوا الإسلام وأنهم تنفسوا الإسلام وأنهم طعموا الإسلام وأنهم حملوا الإسلام ونقلوا الإسلام وبلغوا الإسلام وغرسوا الإسلام نحن الآن نعيش بعبق الإسلام القديم وبتاريخه الماضي ليس فيه إلا صور انقضت منذ قرون عدة فإذا سألنا الناس عن حضارتنا وعن ديننا وعن إسلامنا بل سألونا وهم يفتحون دكاكين دكاناً إلى جانب دكان يعرضون فيه بضاعتهم للناس يستهونهم ليتبعوهم وليقيموا أنظمتهم وحياتهم على أساس ما يقدمه هؤلاء الدعاء وجدنا أنفسنا في دكان خال إلا من صور ماضية نقدمها للناس وهم يطلبون منا صورة حاضرة لإسلام نحن نعتقد في إيماننا أنه لا زال حياً ونعتقد أنه حري بأن يعيش بين الناس اليوم وأنه حري بأن يصنع حضارة ويبني أمه ويعطي للناس ويحل مشاكل الناس ونجد أنفسنا ونحن نتحدث عن هذه النهضة أو الولادة الجديدة نرد على تساؤل بل خيار صعب عرض علينا نحن الذين عيشنا مدة طويلة من الزمن في ظل استبداد استولى على عقولنا فأفقدها صوابها وغيبها عن حياتها نحن الذين عيشنا خمسة قرون من التخلف انزحنا فيها عن طيار الحضارة وابتعدنا عن العطاء وأصبحنا لا نخطط إلا للموت لنموت وغيرنا يخطط للحياة ليحيا نحن إذ نتحدث عن هذه الولادة الجديدة يجب أن نجيب على تساؤل بل على خيار صعب يعرض علينا اليوم في العالم يقولون لنا إذا أردتم أن تعيشوا عصركم فانبذوا هذا الدين ابتعدوا عنه إنه لم يوصلكم إلى حضارة ولن يستطيع أن يبني دولة ولا يستطيع أن يبني نظرة جديدة للحياة دينكم هذا إن عرضتم أن تحتفظوا به فاحتفظوا به في مساجدكم صلوا صوموا افعلوا ما شئتم من خير على مستواكم الفردي ولا تتولوا الخروج به إلى الناس لأنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا به شيئا أما إذا أردتم أن تعيشوا الماضي فعيشوا بإسلامكم وإذا أردتم أن تعيشوا الحاضر فاخلعوا هذا الثوب الخلق وأقبلوا على الدنيا بقيمنا نحن فنحن مستعدون أن نأخذ بأيديكم ونبصركم ونعلمكم ونربيكم وهذا الخيار انطلع على الكثير من أبناء أمتنا وكثيرون جاهرون بأنهم لن يأخذوا من الإسلام شيئا لأنه لن يفيد في هذه الحياة وأننا إن عرضنا أن نعيش إسلاما فلنعيش إسلاما كهنوتيا ينتهي بنا إلى حفرة وقبر وإلى جنة أو نار حسب اعتقادنا كما يقولون ولكن لا علاقة له بواقع يعاش وهذا الكلام الذي عرض علينا واختار بعض شبابنا أن يرد عليه بهذه الطريقة قام فيه الجواب على أساس ما نلحظه جميعا من غياب لعطائنا وأدائنا كأمة على مستوى الساحة العالمية الإنسانية نحن اليوم نعيش على فتات فتات ينزل من موائدهم من طعام وشراب ولباس وحاجيات حياة هم الذين بنوها وهم الذين أثثوها وهم الذين هيئوها وأعدوها ونحن أقدمنا على أن نكون مستهلكين لا منتجين نعيش بفتات طاولة يسقط بعد أن أكلوا وشربوا وشبعوا وثمينوا ليعيشوا بأموالنا بأعرقنا ليعيشوا بتعبنا ولكن ليفرضوا رأيهم علينا ليفرضوا فكرهم على عقولنا ولنصبح صغارا ككل الصغار أمام الكبار الأكبر في العالم لأنهم هم الذين يؤثثون الحياة ونحن نستهلك اليوم ويطرح علينا كلمة الرنسانس هذه الحياة المجددة فهذا إحساس مننا وشعور أولا بأننا في وضع لا ينبغي أن يستمر وأننا لا يمكن أن نبقى مستهلكين ثانيا عندما نطرح هذا الأمر نطرحه من دائرتنا الإسلامية فنحن نؤمن بأن حضارتنا التي أعطت سابقا وولدت سابقا هي حضارة معطاء ولود وأنها قادرة على أن تشدد للناس حياة بنفس القيم التي عاشت بها تلك الحضارة وأننا على خلاف الحضارات المنقضية من يابانية وصينية ورومانية وبيزنطية وغيرها فإن حضارتنا قادرة على أن تتجدد لأن القيم التي قامت عليها هي قيم إنسانية مستمرة استمرار الإنسان قائمة قيام الإنسان قادرة أن تصحب الإنسان في أي زمان أو مكان بل إن هذه الحضارة التي نعتز بالانتماء إليها قد وضعت في مقدمة اهتماماتها أنها حضارة تتجدد كل قرن وهذا نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم أشعرنا بأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها فنحن الحضارة الوحيدة في العالم القادرة إلى أن تعود إلى مسرح العطاء ومسرح الحياة بنفس قيمها ولكن بتجديد فهم لواقع الناس ومعالجة جديدة لهذا الواقع ونحن مؤهلون لذلك بنفس القيم التي تناسيناها بل ضعنا عنها والذي تصورنا في وقت من الأوقات أن لا فائدة في سردها وأولى هذه القيم أولى هذه القيم أيها السادة الأفاضي كم بقية من وقت أمامي ورقة في خمس دقائق هذه لي لا مش عارف من أين نزلت يعني هذه هم أرسلوها لا حوله ولا قوت وأولى هذه القيم أن عصارة الفكر الذي قامت عليه هذه الحضارة بل عصارة العقيدة التي انطلقت منها قائمة على اعتبار الإنسان هو منهج التغيير وسبب التغيير وأن هذا الإنسان هو الأقدر على أن يغير نحن ساد لدينا في عصور الإنشطات تملص من مسؤولياتنا نزعنا عن أعتاقنا وأكتافنا مسؤولية الذود عن واقع الإنسانية وتغيير عالم البشر وأصبحنا نتدرع بالقضاء والقدر الذي جاء حافزاً ليدعونا إلى العمل وليدعونا إلى أن نسلم قيادنا إلى الله تعالى بعد أن نقرر ونعمل أصبح هذا المعتقد متكأً لنا لتبرير تخلفنا كم تحدثنا في عصور انحطاطنا عن قدر الله تعالى وعن قضاءه ونسبنا إلى الله ما لم ينسبه لنفسه بل هو محظ افتراء على الله تعالى ضرب عليه عمر من ادعى وهو يسعل عن السرقة التي اقترفها فتدرع بقضاء الله قال قدر الله قال اقطعوه لسرقته واجلدوه لافترائه على الله تعالى ونحن في فترة الانحطاط افترينا على الله وكذبنا على الله ونسبنا إلى الله أنه أراد لنا هذا التخلف وقلنا ولو شاء ربك ما فعلوه نزلنا آيات في غير محلها لنتدرع بوضع مرضي داخلي سببه مرض أصاب قلوبنا نفوسنا عندما قعدنا عن القيام بهمتنا فالأمر الأول القيمة الأولى التي جاء بها الإسلام أن هذا التغيير هو مهمة الإنسان وأن القضاء والقدر منفذ لإرادة الإنسان وأن الله تعالى كفل لكل من أراد أن يعمل أن ينتهي إلى النتيجة التي أرادها إذا توخى الأسباب الثاني القيمة الثانية أن هذا التغيير الذي يقوم به الإنسان هو خاضع لمنواميس وقوانين سردها الله تعالى في كتابه الكريم عندما حدثنا عن الأمم الخوالي عن أولئك الذين عاشوا من قبلنا حدثنا مقالة واضحة عن عدو دائم مستمر نقل القرآن مقالاته هو إبليس الرجيم ذكر الله لنا مقالاته ليعرفنا بأن الفساد له منطق وأن الإصلاح له منطق وعلمنا من خلال التاريخ الذي قدمه أن الأمم نهضت بتوخي منهج محدد وأن أمم سقطت لأنها توخت منهجا محققا وأن السقوط كالنجاح لا يخضع لانتهازية أو لصدفة وإنما يخضع لقانون وأن الأمراض التي تنتاب الأمم كالأمراض التي تنتاب الأجساد وتتناولها لا بد من تشخيصها ومعرفة أسبابها وكيفية مداواتها وتوخي الطريق لإزالتها وإبعادها وأن الأمة التي تنحط والأمة التي تسقط لم تسقط إلا لكونها بقانون من الله تعالى تولت السعي للسقوط فانتهت إلى ما أرادت لذلك قضية النهضة أو الولادة الجديدة هي موكولة لتخطيط وليست محل تمن ولا صدفة نحن لسنا في مسجد نرفع أيدينا لنقول لله تعالى اللهم حول أحوال المسلمين إلى أحسن حال نحن ندعو بذلك لكن بعد أن نعد حالة التحويل وكيفية التحويل وطريقة التحويل ولو كنت بينكم وصليت معكم الجمعة هذا الأسبوع ودخل الإمام فرفعت يدي وحولي من الملتحين والمتحجبات من يستمع الله لدعائهم وسألت الله تعالى أن يردني إلى بلدي تونس في أقرب الأحيان ثم عرض علي الركوب في طائرة فامتنعت أو ركوب بارغة باخرة فأبيت وقلت لإخوتي أعجبني المقام بين أيديكم أدعو الله أن يردني إلى أهلي فإني رغما عن دعاء المتحجبات والملتحين سأشد نفسي إلى يوم الدين بينكم في هذه المدينة ولن أنتقل ولن ينفعني دعاء الداعين وطلب الطالبين لأن ذلك الدعاء ليس إلا تخطيطا لبرنامج عملي نحتاج أن نسعاه ونمشي فيه وقضية التغيير في هذه الأمة ليست قضية أمان ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليست قضية أمنيات وليست قضية مشاعر وليست قضية دعاء ولا بكاء وإنما هي قضية انتقال فعلي وتغيير عملي وتخطيط يغيب عننا اليوم نحن أمة عشنا وما زلنا نعيش ردود أفعال نحن الأمة الوحيدة في العالم التي لم تتعلم أنها هي التي تشق طريقها بين الأمم ولم نتعلم أننا مطلوب منا أن نخطط وأن تكون لنا رؤية ثاقبة وأن يكون لنا هدف نهائي وأهداف مرحلية وأن نصل إلى تلك الأهداف بوسائل نسعى فيها لنحققها ونوفر لها الأسباب وأن الحياة لا تتغير من حولنا إلا إذا أخذنا مقاليد أمورنا بأيدينا نحن إلى اليوم نعيش فترة الدروشة التي تجعلنا نتحرك سب نبينا سبت عائشة سخر من أبي بكر سخر من الإسلام اعتدي على مقدراتنا أخذوا أموالنا أخذوا بيترولنا أحرقوا أبناءنا قتلونا عذبونا أطردونا ماذا فعلنا من خلال ذلك كنا دائما نرد أفعالا بعاطفيات جياشة لا تغير واقعنا ولا تهيئ لنا مستقبلا جديدا علينا أن ندرك بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم صانع التغيير في هذا الزمن خطط لتغييره ونسب لنفسه مراحل توخاها وحقق أهدافه هدفا بعد هدف متوكلا على الله يقينا ولكنه خطط وسعى وبنى وشيد وأبرز لنا الله تعالى أن انعدام التخطيط يقتضي الهزيمة ولو كان محمد في صف المهزومين لذلك حصلت للمسلمين مصائب عندما انعدم التخطيط عندهم وعندما تخلفوا عن إنجازه ما هم مطلوبون بإنجازه فشج وجه النبي الأكرم وكسرت رباعية أسنانه وشرد هذا النبي العظيم راما عن كونه نبيا فإن قانون الله تعالى لا يتخلف لا أمام الأنبياء ولا أمام غيرهم لأن هذا النبي جاء ليشرع للناس ولم يأته الدين لنفسه وإنما داءه الدين لأمته ولمن يعيشون بعده فمطلوب من الجميع أن يخططوا وأن يبنوا وأن يشيدوا العنصر الرابع أن عملية التغيير ليست موكولة للحكام نحن نتصور أن الإسلام لا يقيمه إلا الحاكم وأن التغيير المنشود لن يتم إلا على أيدي الحكام ونحن في ذلك واهمون مخطئون بل هذا التفكير هو شكل من أشكال تهربنا من المسئولية لأن التاريخ أشعرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل آلة الدولة وآلة الإدارة لتغيير ما في الناس بل فعل قدرته على النفاذ إلى نفوس الناس عن طريق التربية والتعليم عن طريق الإرشاد عن طريق تغيير مفاهيم العقل فالتغيير المنشود هذه الرنسانس المطلوبة ليست هي التي يطلبها بعض شبابنا المتحمسون المتنطعون الذين لم يدركوا بعض كنها الإسلام والذين يتصورون أن التغيير الذي حصل في بعض بلداننا العربية يقتضي منا أن نحكم القبضة على كل من يخالفنا وأن نعاقبهم ونطردهم ونبعدهم ونسجونهم ونقطع أيديهم وأرجولهم من خلاف ونحن في ذلك بل هم في ذلك مخطئون خاطئون الإسلام بنا حكومة ليوفر للأمة قدرتها على التفاعل مع قيمها ليحرر مبادرة الأمة تحت راية العلماء الإسلام أراد مننا أن تكون لنا حكومة لكن هذه الحكومة توفر لنا إمكانية إشاعة فكرنا لنمتظم خلف علمائنا لنحقق الثورة المنشودة والتغيير المنشود والحكومة الأولى التي انتصبت بعد انتقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت حكومة علماء لماذا اختاروا أبا بكر واختاروا عمر وعثمان وعلي اختاروهم لأنهم علماء الأمة ولأنهم قادرون بالمنهج الرباني على أن يحقق التغيير في نفوس الناس فالإسلام لم يغير قلوب الناس بالضغط لست عليهم بمسيطر الإسلام لم يأتي للناس ليضرض عليهم اختياره لأن الفرض لا يحرك القلوب والمقهور لا يتحرك لقضية المقهور المظلوم المضطهد الذي يحس بأن إرادته تمس لا يمكن أن يتحرك لمشروع ونحن شاهدنا الاتحاد السوفياتي بعد سنة 17 كيف انعدمت المبادرة في الناس لأن الاقتصاد أصبح بيد الدولة وأصبح المواطن عاملا لدى الدولة فإذا كلف بسوفكوز أو كولكوز يعني ضيعة فلاحية كبيرة أو صغيرة فإنه لا يبذل من الجهد ولا من العطاء ما يجعلها تنجح حتى أن كروتشيف راحل منتظم الأمم في سنة 62 والقى خطابه الشهير متعجبا من البقرة السوفيتية التي لا تحلب إلا أربع لترات في اليوم أمام البقرة السويسرية التي تحلب 57 لترا وقال ما الذي يجعل هذه البقرة لا تعطي العطاء الذي تعطيه تلك السويسرية وهو يريد أن يجاب بأن الضغط والظلم والاستبداد والقهر والتحكم في إرادة الشعوب هو الذي يعطل العطاء ولو كان عطاءا زراعيا فأمة الإسلام عاشت في ظل حكومة حامت حق التفكير لم يضطهد في تاريخنا عالم أبدا ولم يشنق عالم أبدا ولم يوضع عالم على كوم من الحطب ليحرق كما فعل بقل الله قل الله وغيرهم من الذين تكلموا في حقائق الكون فأحرقهم دعاة الكنيسة المسيحية نحن لم نضطهد عالما ولم نظلم عالما ولم نقهر عالما في تاريخنا بل جعلنا من العلماء نبراسا لنا ونهضتنا المفقودة آثارها الآن قامت على كواهل العلم والعلماء عندما يسرنا للعلماء أن يكونوا مرشدي الأمة وهم الذين أصبحوا زعماء الأمة ولما استحوذ الأمويون على السلطة وأبعدوا العلماء من الحكم وتنصب رجال السياسة نعصب العداء للعلماء فكان العلماء هم قيادة الثورة ضد شكام الظالمين وكان تاريخ العلماء دفاعا عن قيم الإسلام ودفاعا عن حق الإسلام في أن يكون متاحا للأمة لتعيش به ولتنهض به وأخي الكريم الدكتور كان حدثكم عن الإمام أحمد رضي الله عنه ومن قبله أبي بكر الصديق لما نهضا لنحققا في الأمة نهضتها من خلال قيم ذاد عنها فهذه التغييرات لن تتم في الأمة عن طريق القهر وإنما ستتم عن طريق العلم والإرشاد عن تغيير العقول تبديل المفاهيم هو وضع مفاهيم جديدة في عقول الناس هو إشعار هذه الأمة بأن لها رسالة وأنها مطلوبة بأن تؤدي الأمانة وأن الخلاص الفردي ليس هو المقصد الوحيد لهذا الدين هذا الدين جاء ليخلصنا فرادا ليدخلنا الجنة ويبعدنا عن النار علمنا أن نصلي أن نصوم أن نزكي أن نحج علمنا كيف نذكر الله تعالى ونجتمع على ذكر الله لكنه قال لنا إن هذا جزء من مهمتكم لأنكم أفرادا أنتم خلفاء الله في أرضه وفي المقابل أنتم تنتمون إلى أمة هي سيدة الأمم لأن المعيار بين يديها هي الأمة الشاهدة على الأمم فمعيار استقامة الخلق راجع لأمتكم وإذا أردتم أن تطبقوا الإسلام فليس فقط من خلال عباداتكم الفردية وإنما من خلال النهضة المطلوبة التي من شأنها أن تحرككم لترسل أبناءكم يدرسون ويتعلمون ويكرعون مناهل العلم ولنتحول في نظرتنا إلى الواقع نظرة الإيجاب التي تجعلنا وأنا سأنتهي النزل تحتخل غادي مليح ساوك بعثودي غادي إذن هذه النهضة هي مهمتكم أنتم أنتم في بلد فتحت فيه أبواب الدراسة وفتحت فيه أبواب البحث العلمي ولا تضامون ولا تطهدون في نظام ديمقراطي حفظ لكم حقوقكم مكنكم من أن تكونوا في ذاتيتكم لم يفرض عليكم تغيير أفكاركم ولا آرائكم استغلوا هذه الفرصة لتعايشوا هذا المجتمع ولتعيشوا فيه مناظلين من أجل قضيتكم أيضا التي هي قضية الأنسانية جميعا ولتشعروا إخوانكم من الأمريكان أنكم لستم إرهابا ولستم عبءا على أحد وأنتم دعوة خير وبشارة نور وأنكم تسعون بين الناس لتؤلفوا القلوب وأن الذي يهمكم في دعوتكم أن تبرزوا للإنسانية قدرتكم على أن تنفثوا في نفس الإنسان المتخلف روحا جديدة تجعله تقدميا وتجعله يسعى لخير البشرية يصلح بعد الإفساد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فكونوا عباد الله الصالحين لترثوا الأرض وما عليها من خيرات لأنكم مؤتمنون على تراث الإنسانية منذ آدم إلى الآن تحية لكم تحية تقدير واحترام واعتذار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته